أصاب مونة التغيب الطويل لزوجها عن البيت وشعورها بالفتور العاطفي والإهمال من قبل زوجها دفعها للدخول في دوامة الأسئلة مثل هل أنا لست جميلة؟ أم أنه يحب فتاة أخرى معه في العمل؟ أم لأنني لم أنجب؟ ظلت مونة لأيام مع هذه الأسئلة حتى أنشأت حساب فيسبوك لإشغال وقتها لتملأ الفراغ وغياب الزوج بالإضافة لشعورها بالنقص والحرمان وعطشها لأي كلمة تشعرها أنها أنثى وجميلة ومرغوبة فيها إلى أن تعرفت من خلال الفيسبوك على شاب استمع إلى مشاكلها في البداية ثم تطور الأمر بينهم إلى أن شعرت أن هذا الشاب هو الذي كانت تتمنى وتبحث عنه طوال الحياة لدرجة أنها أرسلت له الكثير من صورها ثم لبت طلبه بالالتقاء به في أحد المطاعم وحين التقت به في المطعم صور هذا الشاب جلستهما معا دون علمها كما تلاعب بصورها وأظهرها في أوضاع مخلة عن طريق فيديو صنعه لها ثم هددها بإرسال ما تم تصويره إلى زوجها إن لم تستجب له بالحضور إلى شقته وأصبح شبح الفضيحة يتراءى أمامها فلجأت إلى مستشار أسري عبر تويتر ليرشدها إلى حل لمشكلتها ومن عومة الثعابين طلب منها هذا المستشار الخروج معه إلى مكان عام فلم تستجب لطلبه واستعانت بزوج صديقتها فلم يكن هو الآخر إلا ذئبا يريد افتراسها فلما وجدت نفسها ضحية بين ذئبين كل منهما يهددها ويطلب منها التنازل عن شرفها مقابل إخفاء سرها في هذا الوقت وبعدما أحاطها اليأس والحزن والبكاء ليال طويلة لم تجد منا سبيلا إلا إخبار زوجها بما حدث وليكن ما يكن بمجرد سماع زوجها لما حدث قام بتطليقها دون البحث عن الأسباب التي عرضتها لما حدث وأن إهماله لها كان من بين الأسباب لم تجد منا أمامها إلا أن ترسل رسالة للشاب الذي تلاعب بصورها وصور لقاءهما بالمطعم وتخبره فيها بطلاقها وتستعطفه ليتزوجها فما كان منه إلا أن أغلق حسابه فورا واختفى من حياتها بعد أن كتب لها ردا على رسالتها قال فيها آسف أنت لا تصلحين أن تكوني شريكة لحياتي وأما لأطفالي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأى فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار واحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعود راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساجد بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ومحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نوها فتاة جميلة وذكية عادت مع أسرتها الثرية إلى بلادها بعد أن أنهت دراستها الجامعية بإحدى دول أوروبا وبعد عودتها تقدم للزواج منها ابن عمها والذي لا يملك إلا شهادته الجامعية وطموحا كبيرا فوافقت به رغم رفض أسرتها وقبل الزواج اشترط ابن العم على نوها عدم الإنجاب إلا بعد خمس سنوات وتفريغ كل وقتها لإنجاح مشروعه الذي سيدر عليهم الملايين فوافقت نوها ولم تقل للزوج شيئا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وبعدها ساعدت زوجها بالمال والجهد والعلم حتى أصبح زوجها مليونيرا وافتتح أكبر شركة تجارية وبعد ستة أعوام من الزواج فوجئت نوها بغدر ابن عمها وزواجه من سكرتيرته فحزنت كثيرا وقررت استخدام ذكائها للانتقام من ابن العم الذي قام بتطليقها وطلب منها الخروج من المنزل والذي يبلغ ثمنه الملايين وذلك لأن سكرتيرته ترغب فيه وأعطاها ثلاثة أيام فقط للخروج من المنزل وأمضى مع زوجته الجديدة الأيام الثلاثة بأحد الفنادق أمضت نوها اليوم الأول في تعبئة أمتعتها في صناديق وحقائب وفي اليوم الثاني أحضرت شركة مختصة بنقل الأمتعة لجمع أشيائها وإخراجها من المنزل وفي اليوم الثالث جلست وتناولت عشاء مكون من الجامبر والكافيار وعندما انتهت ذهبت إلى كل غرفة وقامت بوضع مخلفات الجامبر والكافيار في جوف كل قضيب من قطبان الستائر ثم قامت بتنظيف المطبخ ورحلت وعندما عاد الزوجان للبيت لم يشعر بشيء في الأيام الأولى وببطء بدأ التفوح من المنزل رائحة كريهة فقام الزوجان بمسح الأرض وتهوية المنزل وفحص الفتحات للكشف عن القوارض الميتة ثم تم استدعاء متخصصين بإبادة الحشرات بالغاز واستبدال سجاد الصوف الثمين لكن كل ذلك لم يأتي بنتيجة وبعد فترة توقف الناس عن زيارتهم وتركت الخادمة العمل فقرر الزوجان الانتقال إلى مكان آخر بعدما لم يعد بإمكانهم تحمل الرائحة أكثر من ذلك وبعد شهر وعلى الرغم من تخفيضهم لسعر المنزل إلى النصف لم يتمكن من العثور على مشتر لمنزلهم كريه رائحة واضطر الزوج إلى اقتراض مبلغ ضخم من البنك لشراء منزل جديد ثم فوجئ الزوج بنها تتصل به وتخبره أنها تشتاق لمنزلها القديم وبأنها مستعدة للتنازل عن حقوقها بعد الطلاق مقابل الحصول على المنزل ففرح كثيرا ظنا منه أن نها لا تعلم برائحة المنزل ووافق على السعر الذي كان يشكل عشرة في المئة من قيمته الحقيقية واشترط عليها أن توقع على عقد البيع في نفس اليوم فوافقت نها وفي ساعات قليلة تم البيع ووقف الزوجان على وجههما اتسامة حمقاء وهما يشاهدان شركة نقل الأثاث تقوم بنقل كل شيء من البيت القديم إلى بيتهم الجديد بما في ذلك قطبان الستائر وأصبحت الرائحة الكريهة والخسائر الكبيرة يلازمانه جزاء غدره بمن ضحت لأجله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمة نانسي قنقر